موسيقى عندما يكون مجموعة شباب حمرضهم ومعزام متحدين على مشروع يدعمهم 20% والدولة انا كيفية الاساسا اني الدولة هتدعمهم بكل ما هم متاح لديه كنت اتأثرت نقطة مهمة فكرة اني انا مثلا وعليها خصومة سائرية تمام بيتم اتهام اكتر من شخص في الموضوع ده الخطو التاني دي طبعا هترجع هي دورها دي دورها اساسي ودي اسعب دور دورها في انجاح المبادرة حراف نجاح المبادرة اني انا اساسا كل الاحكام اللي تابعة اخصار ما تخص القصومات السعرية كلها اساسا فيها ظلمات ظلم الناس كتير انا بعاني من حياة واحدة بس انا كرا جهة اي جهة في الدولة سواء جهة شعبية او جهة سيدي او بكون عارف ومتوقع ومتأكد انه الشخص دي بعد يوم بعد شهر بعد اثنين هيكتل الشخص دي ديت اسمه الارهاب الجهل المجتمع او الارهاب الصامت اني انا بكون عارفوا هيعمل الحاجة دي ومعنديش هلم نتصدلوا به مم الخطوة التانية انه بعد ما بيكتل ما بيستكفاش اساسا بواحد في التهمة مم 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 الارباعة الخمسة دول بتم عليهم حكم اعدام وخمسة وعشرين الوحي الجاني والتانين لا يعلموا شيء مم دول انا بيدمر حياتهم بخلهم يتمسقوا اكتر انه خلاص انا راجل شلت اعدام ولا شلت مؤفد في حاجة انا ما عملتها شيء وانت عارف انه الشخص ديت هو اللي من سنة من ثنين من ثلاثة رب صلق وهيكتلك والمجتمع كله عارف انه الشخص ديت هيكتلك وتجد فقني انا في التهمة ممها انتقدت على مستقبلني مستقبل اخوي مستقبل ابني عمي مستقبل ابني خالي فهو كده بتحول الى مجرم برضو كده انت بتدت انت كده بتدفعني التحول الى مجرم انما انت اساسا كقانون تمام ودي اختصة اساسا في المحامين لقابة المحامين برضو كان المفروض هو اساسا الصغرات اللي بيتماسقوا به تمام انا من قتل يقتل تبقى للشرع والقانون بس مش من قتل اقتله هو وخمسة فارتان معاه انا كده شتت خمس قصار رملت خمسة نساء كله ده عبء علي كدولي عبء على الدولة انت اساسا هتعزور التباك تكافر وكرامة للارامد الاطفال دي تعليمي ما انت هتعلموا على حسابك يا دولة لان حتى ما صلفاتهم بيتفحها شي تمام انت بتضطر اساسا انت كدولة بتتكفل بي طيب ماشي انا ايا خليني اتكفل بي هني ويكون ابوه في السجن ما عملش حاجة وممكن اجيب لي تجي اسبتات اساسا تلقى القرية كاملة اجمعات انه الراجل دي راجل ما عملش حاجة والراجل دي راجل مصدوم وبرضو يتم لا عايز الدولة تساعدك في الموضل الدولة تساعدني الدولة هتساعدني بس نيابة عن رغبة الاهالي والشباب وكبر العائلات الدولة ما باخلناش بماشي الدولة بتدعم كل ما هو متاح بس انت لازم قبل ما تشوف اي هو متاح وطلباتك اتما بالدولة لازم تركز انت اي دورك اي دورك اللي تقدمه متاح لك للدولة انسب حل الحملة بتاعتنا بتاعتنا دي اللي هي اول مبادرة ليه بلدي بالاسار انسب حل الحل المناسب اللي هو تسليم جميع الصراعات السعرية وما يوصل اليه باكتابته وتسليم هلين واللجان المقتصة للوصول الى حلول مرضي على حصل الشرع وعلى حصل القانون ومجلس العرفين المحافظة والشؤون المعنوين فاتح ادرعاتها اساسا لكل شعب مصر لكل واحد عايز يبني البلد اي واحد عايز يبني البلد وعايز يغير فكر مورس او عايز يبني فاتح ادرعاتها وما تقول له انا معاك فكل ما هو متاح لداي بس انت سليم احنا بدعي تشكيل اللجنة الجال من الشباب وكبر العائلات وبختص اولا حمرضهم وبحزان بكتابة جميع الصراعات السعرية وانا متواجد معهم وانا كافير بالوصول الى حلول مرضية للطرف لك وللطرف الاخر انت والا انا والمجموعة كاملة هنا ومجموعة تانية من الشباب كامل اساسا على مستوى بحزان وقمرضو متشكلة وجاهزة وان شاء الله هنبدأ العمل من يوم واحد تسعة رسميا ان شاء الله بكتابة جميع الصراعات السعرية للوصول الى حلو المرضية ان شاء الله عشرين عشرين تنتهم عنا ان شاء الله وتاخد كل الوباء وتاخد كل الازمات وتاخد كل الفكر المورس وتبدأ علينا عالفين واحد وعشرين بفكر جديد وبانه الشباب نستطيع تحمل المسؤولين ولتكملت حملة بلدنا نقدر نبنيه ليكون اول ان شاء الله عالفين واحد وعشرين الدعم من خلال المشروعات الصغيرة ومشروعات مضاهرة الصغيرة للوصول الى حلول مرضية وانا متكفل طبعا تشكيل الشباب جاهز من حمرضو مبحزام على تواصل مستمر مع كبار العائلات محبة منهم وتأييدهم لايقاف الفكر المورس ولا الصراع اللي بيهلك القوة البشري التي تبني وتفكر وتعمر الخطوة الاولى هي مبادرتنا مبادرة بلدي بلا صعب على المستوى على المدى القريب والمدى البعيد برؤية مصر عشرين ثلاثين ما عليك انك تسلمني النزاع لتكمل حملتني وهي حملة نقدر نبنيه ايد في ايدك نقدر نبنيه انا بستلم جميع الخليفات السعرية واتواصل مع الجهات المختصة سواء في القاهرة او هنا في المحافظة للوصول الى حلول مرضي لك وللطرف الآخر فما عليك غير اسليم النزاع السعري الخاص بك وقبولك المفاوضات للوصول الى حلول مرضي واتفاق عرفي انك لن تمارس هذا الفكر المورس لحد من ترد النجان المختصة بالوصول الى حلول مرضي سواء لك او الجهة الاخرى وتبتدي بتطبيق البند الثاني من الحملة وهو دعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر لنستطيع بناء بلدني لنستطيع تغيير الفكر المورس عن بلدني الفكر الخاطئ المتواجد في الخارج عن بلدني نحن على اربع سنوات ماشينا على مستوى معين بطيء اي نعم بطيء هو لكن احنا ماشينا فيه بنجاح وباكتساح الحمد لله حققنا ما حققناه وعودنا المناقشات الى طربيسة المفاوضات من جديد نهينا خصومات سعرية بحمردوم وبحزام عملنا ندوات مشاركة جميع الجنوب الوادي تكيروس الغرباوي عندما اكتمال مبادرة بلدي بلا سعر سيظهر تنمية السعيد الحقيقية لانه هي تنمية السعيد الحقيقية تبتدي بالتنحي عن جميع الصراعات سواء صراعات سعرية او صراعات عرقية او صراعات دنيا والعمل من اجل الانتاج والتنمية فقط هم حمردوم وبحزام فيها كم خصومة سعرية والقرى اللي حواليها حمردوم وبحزام والقرى المجاورة لها فيها ما يقارب الخمسين خصومة سعرية انت بتعمل ايه او دوركم ككبار عائلات او قبائل بتعملوا ايه عشان تشتغلوا على أرض الواقع وتنهو الخصومات ديها الخطوة الأولى طبعاً إحنا بنتواصل بنترهدد على المضايف وبنتواصل مع عائلات أطراف النزاع المتضررين أولاً فيما يرضيهم في الأضرار التي حلت إليهم ولأنه لا أضرار تعوض عليهم بنا حاول برضو نقف مع الطفل اليتيم وبدعوا كمان كل شباب حمرضوم وبحزام وكبار عائلات حمرضوم وبحزام تعتبره أخ كل أرملة تعتبرها أختي إحنا بنكني بالأكيد إحنا بنعادي فكر مورس لما يقارب القرن أه بنتردد هل في خصومات يعني ضمن الخصومات دي يرجع تاريخها مثلاً عشر سنين وخمساش سنة ولا فيه أقدم من كده آه ده فيه فيه أقدم من قبل كده يعني فيه ما تقارب القرن ده فيه من سنة أربعين وفيه من سنة سبتين وفيه من سنة سبعين وفيه من أول خصومة بدأ في سنة أربعتاشر أه تمام يعني الخصومات متوفرة يمكن الفترة اللي ازدهرت لأنه كلها تهمشت الخصومات السائرية في فترة الثلاثين سنة الماضية تهمشت مفيش عمل على أرض الواقع لإنهائي مفيش حد متبن القضية القضية صعبة القضية متوقفة في تنوية الصعيد الصعيد حالياً أغرب ما فيه أكفر قرية في الصعيد نحنا نريد أن تكون أصلح قرية في الصعيد مش أكفر القرية مش أكفر القرية في الصعيد لا أصلح قرية في الصعيد الصلح ذات الباية اه. وانا اعمل ان شاء الله. طب انتو بعد ما بتشتغل على فكرة الخصومة وبتحاول بتحلها ومش عارفها بتبدأ تعمل ايه بعد كده يعني بتعمل ايه? انا الخطوة ببتدي اصدرح فكر جديد. اه. اللي هو ايه بقى? الفكر الجديد اللي هو الفكر السياسة الاستثمارية. اه. بمعنى? بمعنى انه تفكيرك ما يبقاش في التفكير في الاصر الرجعي وفي الرجعيات. لأ انت فكر في المستقبل. اه. فكر انك رجل ما تبقاش عنصري. اه. المقراجل تبني مستقبل ليك والاولادك. فكر في المشروعات اللي تدعم بها نفسك وتدعم بها اسرتك وتدعم بها مجتمعك وتدعم بها دولتك. اه. انا هو دي الفكرة اساسا اللي احنا بنطبقها. انه احنا مش عايزين عايزين نقضع الفكر المورس. الا عزاه حمرضوم وبحزن من الدولة. الا عزاه حمرضوم وبحزن من الدولة. ان شاء الله بعد اكتمال المبادرة بتاعتنا ان شاء الله. اه هي بلدي بلا سعر. وبتنحي وبعد تنحي جميع العائلات وتسلموهم لني النزاعة السعرية للوصول الى حلو المرضين. باتفاقات غرفية ووديق معهم. احنا كلها الدولة بتدعمهم. الدولة هتدعم التاليب هتدعم الصحة هتدعم الطرق. هي الدولة مش مقصرة في حاجة. لكن انت عندك صراعات بتهلك اي هدف. اه. تخلى عن الصراعات الاول لتظهر التنمية. ليظهر دول الحكومة. ليظهر دول المجتمع. اه. سلم الصراعات. ابتدي فكر تكملة اللي حملتني. تكملة اللي حملتني. سلمني الصراعات لنخشني للبند التاني. وهو تشكيل اللي جاء من الشباب لدراسة الجدوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومنتهية الصغر. لدعم الدولة عليك. يعني نفسك تشوف عمر دمو بحزان مصنع في يوم الايام? انا نفسي بشوف مصنع وحاليا بعمل برضو. وان شاء الله يعني فيه شبه اتفاقات. بيكون هيكون في مصنع حتى لو بترخيص مؤقت لمدة خمس سنين لتهيئة حمر دوم وابو حزان للمجتمع. اه. احنا بنطالب برضو بمصنع ولكن احنا فيه اضرار انا مقدرش اسبت ورق مصنع او ورق ايها اعمال تكون داخل قرية ابو حزان وانا مش عارف اجمع شباب ابو حزان وشباب حمر دوم مش عارف اجمعهم على فكر موحد. اه. لازم اجمعهم على فكر موحد اولا. وهو فكر التصدي للصراعات وللفكر المورس والبدء من جديد في حياة جديدة. لبناء المستقبل وبناء والبناء الاجيال القادمة. هل ظاهرة السلاح اختفت من من القرية دي ولا لازلت? هي اختفت ظاهرة السلاح بالتواجد الامني. وربما فيه تواجد برضو يعني نسبة بسيطة لظاهرة السلاح. اه. ولكن اه العمل اه قايم يعني بشغل يعني صراحة لم نتوقف التلسلين الفاضية. اه الماضية. الامن كان متواجد معنا وعمل انجاز معنا لم يتحقق في القرن الماضي باكمد. على المستوى الخدمي. المستوى الخدمي. البلد عايزة ايه? عايزة ايه? احنا البلد حاليا احنا الخطوة جديدة. هل في وحدة صحية? في بريد? اه في وحدة صحية. اما انا بقول لك ان اساسا انا لازم اساسا الفكر البناء هو انه احنا كنا نتحد كنا على فكر واحد. اه. احنا لازم نتحد لازم نتصدى الفكر المرس عشان نجيب الخدمات اللي نقصانا. ما انا عمري ما هديك انا كدولي. عمري الدولة هم تمدك بخدمات وانت وراها تخربهم. اه. انت لازم اساسا تصلح نفسك الاول. لازم تبتدي تفكر في في النهاردة وتفكر في بكرة وتفكر فيك وفي ابنك وفي استقبلهم وفي استقبل اولادك. اه. لازم تفكر الدولة هتقمعك. الدولة بتدعمك بكل ما هو متاح لديه. اه. ولكن قبل ما تطلب الدولة بكل ما هو متاح لديه. اعمل اللي علي. تقدم لها انت كل ما هو متاح لديك. اه. كل ما هو متاح لديك. والمتاح لديك مش حاجة صعبة. احنا كشباب ابو عزام وشباب حمر دوم والقرى المجاورة الاسنية والحمدية والعمرين والشانية وبقيته القرى المجاورة متجاوبة في الفكر ديتي. وان شاء الله اعلاننا مبادرتنا بلدي بلا سأر. دي هترجع احتماط ان شاء الله على الواعي اللي احنا نشرناه خلال الاربع سنوات الماضية. ما بين في شباب ابو عزام وشباب حمر دوم انه احنا هنشكله من نفسين من نفس شباب القرية وكبار العائلة التعتيب. هالشكل اللي جان تكتب جميع الصراعات السعري والاتفاق مع جميع العائلات. كبار العائلات. انتو ككبار عائلات وكقيادات هنا في البلد. تمام? هل انتو شايفين ان الدولة مثلا زي وزارة الشباب والرياضة? هل مفروض ان هي تكون معاكم في المحفل ده? يعني او تكون اه اه ايه اللي هي المطلوب منها تقدمه لكم عشان خاطر تساعدكم في ان المبادرة دي تنجح واني حمر دوم بيبقاش فيها طار خالص. والله احنا اول حاجة طبعا اه وزارة الشباب والرياضة طبعا احنا تقدمنا ليها برضو. دكتور اشرف. دكتور اشرف صبحي وزير ريش. اه. بالمبادرة. وكان الهدف لنا طبعا احنا عندنا مركز الشباب نبقى نتخصله بتاعد الارض. وبعد ما تقدمنا بالمبادرة وقلنا له احنا هنطلب تفعيل مركز الشباب تخصل الارض بتاعته السبب بناشر. طبعا الرجل بكل الرحب وبكل القبول. وقال انا ادعم المبادرة هي مبادرة بلدني بالاصار. وانا متواجد معاكم.